وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي غادا والي ان المعرض الذي جرى افتتاحه بالواد الجديد شاركت فيه اكثر من جمعية اهلية واضافت في تصريحات لأون لايف ان الوزارة ستنظم معرضا في دولة الكويت يتيح الفرصة للسيدات في الكويت لتعلم الحرف اليدوية في اكثر من جمعية اهلية مشتركة في المعرض في خمس ست جمعيات اهلية والحقيقة عاملين منتجات متنوعة فيه ايضا معرض للملابس اللي بتوزع مجانا فيه ايضا معرض لمنتجات مصانع القطاع الخاص مهم جدا انه يكون فيه مصانع القطاع الخاص بتوتيح فرص عمل في مجال حياكة الملابس دي كلها فرص عمل للسيدات فدي بتهمنا جدا فاحنا سعداء بهذا المعرض الكويت عندنا معرض من 18 ل22 فبراير في بيت السادو وبيتميز المعرض بتاعنا في الكويت ان احنا واخدين 3 مدربين محترفين مصريين هيعملوا ورش تدريبية للراغبين في تعلم الحرف التراثية اليدوية في الكويت وده بتستضيف دولة الكويت الحقيقة عندنا النهاردة واحنا بنكلم مع حضرتك في الاسكندرية معرض كبير وهنفتتح يوم الخميس معرض في الاقصر